اشتركوا في القناة اكبروا برؤية ثاقبة لفلسطين التي يريدوها الشباب وكيف هي فلسطين الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح لها هؤلاء الشباب والشابات تناولوا برسوماتهم قضايا لها علاقة بحقوق المرأة بالتعدلية السياسية بالتسامح لقبول الآخر حول قضايا لها علاقة بحقوق الإنسان الإبداعات الفنية التي تضمنها المعرض تعبر عما يجور بخاطر الشباب والشابات من أفكار حول المشاركة السياسية للمرأة وحرية الرأي والتعبير والمساواة والديمقراطية وقيم النزاها وغيرها هذه الصور معبرة بشكل واضح جسدت الواقع اللي احنا بنعيشه وجدت تحدثت عن طموح سواء الشباب أو الشابات ماذا نريد في المستقبل؟ بدنا دولة فلسطينية قائمة على العدل المساواة فيها شراكة جدية فيها عدالة اجتماعية فيها نساء في مواقع صنع القرار فيها سلم أهلي وسلم مجتمعي فيش فيها عنف وفيش فيها انقسام المعرض عبر عن وقع الشباب والشابات الذي لا يلقى الاهتمام الكافي من قبل صناع القرار والمجتمع وشكل وسيلة هامة لإيصال صوتهم حبيت بالفن وبالالوان وبالريشة اني اوصل فكرة حلوة قضايا ممكن انها تكون اشياء بنعاني منها خصوصا فئة معينة من المجتمع اللي هي ممكن القيود اللي بتحدنا من التعبير عن الرأي وكمان دور المرأة بالمجتمع واهميتها بالمشاركة فلوحة من لوحاتي تقريبا تشبه عنوان المعرض اللي هي فلسطين التي نريد بعيون الشباب والشابات وجواها المرأة جوا الخارطة دلالة على اهميتها بالمجتمع وباعتبار ان الفنان يتفاعل بفنه مع السياسة والمجتمع المحيط رسم هؤلاء الفنانون من الشبات والشبان افكارهم في لوحات جسدت واقعهم الذي يعاني من التهميش والتمييز في الفرص السياسية والاقتصادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة